قال تجار مواد البناء في مدينة تعزين حركة البيع والشراء خلال الأيام الأخيرة تشهد تراجعا بسبب تدهور العملة وتراجع الاقتصاد واضفوا في تصريحات اليمن شباب أن نشاط المضاربة في العملة أثر على أسعار مختلف المواد ارتفاعا إثر عدم استقرار الريال الوطني مقابل العملة الصعبة التجار أعللوا الارتفاع أيضا بزيادة تكاليف النقل وانقطاع الطرق الرئيسية وتوقف طريق هيجة العبد نتيجة الأضرار الكبيرة فيها الحركة والله تعبان بسبب زيادة الأسعار ومضاربة السعر السعودي زيادة نقصان وزيادة الأسعار من سبب الناقل الديزل ما فيش بوترول ما فيش المهم على وضاع زفت بصراحة على أسعار والله مواصلات النقل يعني سبب النقل بقي بعيد على هيجة العبد والله الشغل ماشي انتم شايفين لا شغل ولا في زبائن ولا في أي حاجة ارتفاع على أسعار مرة البترول غالي تمام والله هيجة العبد مقطوع مسكرة مع البوابير يتقلبون هناك السوق هذه الأيام فاتر قليل بسبب العملة والطريق كان الطريق من قبل يعني هيجة العبد لأن الطريق هيجة العبد خربان اشتيلة صلوح البابور كان الطن بحمله 25 ألف فاليوم الطن نحمله بـ 48 ألف الغلاوة يعني من جميع الناحيات يعني من ناحية الصارف من ناحية النقل